ونروح للخضار والفكة بقى في سوق اكتوبر وسوق العبور وتشوف الاخبار هناك ايه. خصوان ان وزارة الزراعة زي ما بيقول دكتور القرشل في المنافس بتاعتها فيه تخفضات من عشرين في المية على الاقل على الخضار والفكة. فنروح للأستاذ حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضرات والفكة بالقاهرة. عشان نسأله على التخفضات اللي هيعملوها ولا مش عاملين تخفضات. هدل هنعرفهم من الأستاذ حاتم نجيب. اهلا بك يا صحاتم. اهلا بك يا استاذ عامرو بالسادة المشاهدين وكل سانة حركوا طيبين. حضر رجل وخير. ونحنازل بتحلوشها رمضان الكريم يا ربنا يعود علينا وعليكم. وعلى كل الشعب المصري بألف صحة وصعب. يا رب اللهم امين. طيب الزراعة عاملة تخفضات محترمة جدا فيما يتعلق بالخضار والفكهة وده شق رئيسي وخصوصا في رمضان. الغرف التجارية والاسواق الرئيسية زي العبور زي اكتوبر اخبار الاسعار ايه. اخبار التخفضات ايه. عشان في النهاية لما توصل للمستالك النائي بتاع الخضار اللي جنبه يبقى سعرها معقول شوي. طبعا تعلم جدا ان احنا يعني توجهات البشمان سيبراهيم العربي. وطبعا كنا في اجتماع مع طبعا وزير التموين دكتور علم صلحي. وكان طبعا دولة رئيس الوزراء التعاون مع الغرف التجارية. طبعا احنا عندنا اهل الرمضان في كل محافظات الجمهورية. السبع عشر محافظة. كل غرفة فيها عشرات المعارب لأهل الرمضان. في كل الميادين احنا عندنا 200 شادرة على مستوى الجمهورية. عندنا 200 عارب لأهل الرمضان. عندنا السلسل التجارية. احنا كمان مشاركين. احنا كمان مشاركين. احنا كلنا واحد مشاركين مع خدمة طرن قط المسلحة. كل ده الغرف التجارية بتقوم بتعاون مع كل الجهات المعانية والجهات ذات الصلاة. لان احنا طبعا بيهمنا في المقام الاول ان نوصل المنتج باسعار مخفضة للمواطن في طبعا لقرب حول شهر رمضان. وطبعا انت تعلم جيدا ان الاستهلاك بيبقى اكتر في شهر رمضان ب25% عن الايام العادية. فطبعا احنا دي مسئولية ولا بد ان احنا نساعد ونقف بجانب الدولة. النهاردة المنافسات او يعني المنافسة دوقتي مش في السلاسل. لا المنافسة في المبادرات. ان كل واحد بيطرح مبادرة. احنا طبعا عندنا اهل الرمضان فيها تخفضات تصل من 25% 40% على بعض المنتجات. في منتجات فيها 20% في منتجات 25% من خضر الفكهة. وبرضو تحديدا يعني احنا خلا نقول ان احنا مقبلين على مواصم صيفية. ولولا ان التغيرات المناخية اللي بتشهدها مصر الان لكانت الانتاج كان بيبقى بغزارة اكتر من كده يعني بكثير. كثير. ولكن احنا طبعا حرصا على المواطنين اهلا رمضان بتقوم بموجود كبير جدا. بجانب طبعا الوزارة الداخلية ووزارة القوات المسلحة اه مشاعات الخدمة الوطنية. وطبعا ووزارة الزراعة ايضا ووزارة كل المنظرات المجتمع المدني اللي بتشارك دلوقتي. كل شغال الحقيقة. طبعا لاتزان حالة السوق. شايف التنافس ده المصلحة المواطن في نهاية يعني. يعني ده رأيي الحقيقة. ان لما يبقى كل الجهاد دي مع الغرف التجارية مع الشعب. الكل بيتنافس نوعي ضخ هذا الكم من البضاعة او المنتجات. اعتقد في النهاية ده هيضبط السوق. لو هنا اغلى جنيه لا. هناك هيلاقي اقل اتنين جنيه. النهاردة احنا كنا نبرح برضو في في احد الاماكن. يعني كان جلنا كده بعض الشكاوى. يعني كان في بعض زملائنا كانوا عاملين مدخلات. وانا كنت عامل مدخلة في احد القنوات. وسمعنا بعض ان في ارتفاعات. النهاردة توجهنا طبعا للاماكن دي عملنا فيها منافذ. كل مكان بنسمع ان بحلة كان جلنا شكوى. اه برضو زميلنا قاموا برضو بمجهودات كبيرة جدا. اه سيوت اه اسكندرية. كل الاماكن اللي احنا الاتحاد العامل وغرف التجارية مشارك في كل محافظات مصر. احنا اشتغلنا من مبارح على كل المحافظات. يعني احنا دوقت اتنين وعشرين محافظة. الباخة يبقى ان شاء الله بإذن الله تباعا بكرة وبعده. وان شاء الله يوم اربعة وعشرين المعرض الكبير اللي هو في ارض المعارض فانديت نصر. طبعا كل ده انت قلت ان المنافسة بتقدي لضباط الاسعار ثم انخفاضها. انا بقول لحضرتك ده المجهود اللي طبعا سيد الرئيس كان يعني حريص ان المواطن يوصل له كل المنتجات باسعار في مناسب كل مواطن مصري. وايضا احنا بنأكد على ان الناس يعني ما تتهفتش على المنتجات. انت هتروح كل مكان هتلاقي فيه عروض. هتلاقي فيه تخفضات. ده المصلحتك. رجاءا خد احتياجاتك اليومية. ما تخدش اكتر من احتياجاتك. احنا ما عندناش ازمة في اي خدار وفاكهة. احنا عندنا اكتفاء ذاتي من منتجاتنا الزراعية. بل احنا بنصدر ما يفيد عن سؤنا المحلي خمسة مليون وستمئة الف طن. ما عندناش اي ازمة في اي منتج. ما عندناش ندره في اي منتج. يمكن التحركات السعرية ممكن تنخفض وممكن ترتفع على قليات العرض وطلب. ولكن من المبادرات واللي احنا بنشوفه دلوقتي لكل جسد الدولة والنظرات المجتمع المدني. وايضا الاتحاد العامل وغرف التجارية اللي بقوم بدور كبير جدا. آآ ضد برضو بعض الموارزات الخاطئة اللي كانت في السابق. احنا بنتصدى لها لطرحة كميات كبيرة جدا. الزيادة التنفسية بتؤدي لانضباط الاسعار سوما انخفاضها. وده اللي احنا بنأكد عليه. انا بشكرك شكرا جزيلا. صحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.